بما أننا رجعنا يا كابتن أيمن أنا عايز برضو أتكلم في معلومات دي بقى اللي أنا حقوله قادم ما هو قادم الكلام اللي أنا حقوله هي معلومات ده بمناسبة موضوع السفر؟ بمناسبة موضوع السفر وإن محمد صلاح سافر ومندي سافر وكلام ده كله طيب حقول لحضرتك ما حدث بالزبط بالزبط كان هناك اتفاق ما بين إدارة النادي الأهلي أو إدارة الكرة في النادي الأهلي وإدارة الكرة في منتخبنا الوطني على أن تعود الطائرة طائرة المنتخب الوطني إلى القاهرة بعد المباراة مباشرة بعد مباراة السنغال مباشرة خلاص وأن يكون هناك اتفاق ما بين لعبة النادي الأهلي أو ما بين إدارة الكرة في النادي الأهلي وإدارة الكرة في منتخبنا الوطني أن يعود فريق أو ست لعبين الدوليين من النادي الأهلي أو لما يوصلوا للقاهرة بعدها بساعتين يرجعوا على أبو زبي وتم الاتفاق على هذا الأمر ووجدت إدارة الكرة في النادي الأهلي أن هذا الاتفاق لو اللعيبة مشيت من بعد المباراة بطيارة خاصة أولا الموضوع هيحتاج موافقات كثيرة جدا فكانت كده كده الطيارة مش هتطلع قبل الساعة اتنين أو تلاتة الصبح الفجر خلاص فوجدوا أن فارق الساعات هيكون أربع أو خمس ساعات فقالوا لا خلاص طالما كده يرجعوا مستريحين مع فرقتهم ويمشوا من هناك ويمشوا من القاهرة على أبو زبي وبالفعل تم الاتفاق ما بين إدارة الكرة في النادي الأهلي وإدارة الكرة في منتخبنا الوطني على هذا الأمر وخلاص الموضوع انتهى خلاص موضوع كده خلص اللي كان بيحصل بقى الفترة اللي فاتت دي الكلام اللي كان بيحصل ولا حاجة طبعا خلاص أنا اتفقت الكابتن ساعة عبد الحفيز مثلا إدارة الكرة في النادي الأهلي اتفقت مع إدارة الكرة في المنتخب الوطني على أن ده اللي حيحصل بناءا على إيه يا كابتن بناءا على إيه بناء على أن الكابتن وقل جمعة مدير المنتخب قال لكابتن سيد يا كابتن سيد احنا حنمشي بعد المباراة مباشرة بعد المباراة مباشرة عمل ايه بعد ما تم الاتفاق ده لا اكمل لك القصة وبعدين نرجع نقول ممشوش بعد هذا الاتفاق خلاص اصبح هنا الدور النادي الاهلي امتى هجيب طيارة تطلع من مطار القاهرة تاخد اللعبة وتصل ابو ظبي خلاص بالفعل النادي الاهلي وجد معاد طيارة ساعة 11 او 12 الدهر مش فكر تحديدا يعني هنتقلل معاد بس انا نسيته رايح ابو ظبي رايح ابو ظبي من مطار القاهرة وبالتالي كان يعني يدوبك يرجع ويقعدوا ساعة او ساعتين ويروح خلاص ووجدوا ان الطيارة دي منتلئة عن اخرها ولا مكان فيها ولا مكان في هذه الطيارة تدخل الكابتب محمود الخطيب انا بقول بالاسماء هو يعني معلومات تدخل الكابتب محمود الخطيب واتكلم مع بعض المسؤولين اللي موجودين او كبار المسؤولين اللي موجودين في طيران الاتحاد اهو انا بقول كمان في طيران الاتحاد واتفق على ان يكون في ست كراسي بيزنس للاعبة النادي الاهلي كل ده علشان اللاعبين يوصلوا مستريحين وقبل التمرين وينزلوا مع اللاعبين التمرين خلاص اذا النادي الاهلي لو حضرتك كجمهور النادي الاهلي شفت الكلام اللي انا بقوله ده وشفت مندي مثلا وصل كام ساعة كام من كاميرون وراح على ابو ظبي تقريبا وصل الساعة 7-8 الصبح خلاص لعبة النادي الاهلي كانوا حيوصلوا ابو ظبي الساعة 12 واحدة اتنين الده فكانوا حيبقوا الفرق 3-4 ساعات ولكن كانوا حيبقوا مسترحين لانه حيطلعوا بالطيارة من الكاميرون لغاية القاهرة وبعد كده من القاهرة يروحوا على ابو ظبي ده اللي هم هورك بتاع النادي الاهلي ده شغل اداري في النادي الاهلي حصل وكان هناك اتفاق مرة تانية انا بس بحكي مرة واثنين وثلاثة عشان تبقوا حضراتكم عارفين كان هناك اتفاق ما بين ادارة الكرة مرة تانية هو ما بين ادارة الكرة في النادي الاهلي اتفاق وما بين ادارة الكرة في المتخاب الوطني المطشح هيخلص مثلا 11 ساعة 12 هنكون في القيارة ساعة 5 الصبح ولا 6 الصبح هنكون في القيارة لحد الوقت ما فيش تأثير خلاص وبالتالي ده الاتفاق وحتى بقول لحضراتكم ان شركة طيران الامارات اللي هو المتحدة الاتحاد طيران الاتحاد اللي هو تابع للامارات وتكلم الكابت الخطيب مع بعض المسؤولين اللي هناك علشان يقدر يلاقي ست كراسي بيزنس كمان تحديد انا هو علشان اللعبة تبقى مستريحة وفي اخر وقت الحمد لله قدروا ان هم يوفروا طيران الاتحاد قدروا ان هو يوفر ست تذاكر لللاعبين وخلاص وتم حجز الست تذاكر لللاعبين وإحنا مستنين قاعدين مستنين طيارة المنتخب مشت الساعة تبني الصبح من الكاميرو يعني طيارة المنتخب هي لتخار من مجدها واحد جماعنا بتكلم معلومات وليس كلام من دماغي لا ومعلوماتي ده حقائق يعني حضرتك دلوقتي لو دخلت وسألت على طيران ان كان في طيران النهاردة الصبح الساعة 11 أو 12 مسافر لأبو زابي هتلاقي ان في طيران الاتحاد كان مسافر وكان الطيارة فل كلام حقيقي بيحصل وشغلة عمل من مبارح للنهاردة في هذا الأمر ولكن أنا بقى أفاجأ الحقيقة ان كل أو بعض الناس بتحاول ان هي تدخلنا في متاهات يعني المفروض احنا النهاردة كابتن أيمن بدل ما بنتكلم عن هذا الأمر وبنبرر الحصل والكلام ده كله المفروض نتكلم عن ازاي حنلعب زي ما حضرتك تفضلت وقلت وحنعمل ايه والكلام ده كله ولكن أنا لما لقيت الموضوع كده على سوشال ميديا لازم توضح لازم يبقى عندي المعلومات وليس يعني أنا كلام اللي أنا بقول لحضرتكم ده مش كلام اجتهادي هي معلومات من مصادر موثوك منها وبالتالي المعلومات دي معلومات حقيقية هل أثر النادي الأهلي من وجهة نظركم أنا قلت لحضرتكم أنا ولا بقول أثر ولا ما أثرش أنا بقول لحضرتكم وفي الآخر القرار بيبقى قرار الجمهور إذا كنت شايف إن المجلس الإدارة أو أنا آسف إدارة الكرة في النادي الأهلي أثرت أو ما أثرتش أنا قلت لحضرتك الحكاية من الألف للياء بالمعلومات والفلوس اللي اتدفعت وكل حاجة في النهاية ده اللي حصل واللعبين جوم دلوقتي هل حيلعبوا بقى بكرة اللي مش حيلعبوا بقى مستموسماني الله أعلم يعني بس هو اللي عايزة أقول لك إن زي ما قلنا في الآخر في الأول يا كابتن إن في ناس بتحاول تصطاد في الماء العكر طبعا وعايزة زي ما حدرتك قلت تصدر أي مشكلة أو خلاص ما هي متضايقة من المجل الأولان هم مش عايزين الأهلي يوصل بالزبط للمبارانة هي بأي طريقة بالزبط بأي طريقة هم حتى يعني كانوا في قمة الحزن والغضب لما الأهلي يكسب ماتش الأولان مش عارفين يعملوا حاجة فهم عايزين يقولوا أي حاجة يصيروا بيها بعض المشاكل وبعض جماهير النادي الأهلي ولكن أعتقد بعض اللي حضرتك قلته وهو جمهور النادي الأهلي وعي جدا وخصوصا بعد ما حضرتك وضحت الأمر تماما أعتقد إن الصورة بيتكملة واضحة أمام جماهير النادي الأهلي أتبنى أنا قلت حقائق مرة تانية أنا أسف إن أنا بقول أو أكرر الكلام مرة أو تتنين وثلاثة أنا بقول حقائق يا كابتين أيمن الحقائق اللي أنا قلتها دي حضرتك تقدر تتأكد بحاجة واحدة بس تتصل كده وتشوف مثلا فيه طيران اللي كذا 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 بسافر الساعة كذا هتعرف لكل الكلام اللي إحنا بنقوله ده هو حقائق حصلت من مبارح للنهاردة علشان ده دور إداري بيتعمل داخل النادي الأهلي بشكل طبيعي صحيح لما طلب من الكابت الخطيب أنه هو يتدخل تدخل الكابت الخطيب مع المسؤولين عشان يجيب تذاكر آه دي الموضوع